شوفوا يا حضرات وعد الله لا يخلف الله وعده ربنا نصرنا عشر رمضان اكتوبر تلاتة وسبعين لأننا حققنا معادلة النصر اللي ربنا قال عليها قال ان تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم احنا نصرنا ربنا على أنفسنا ففي تلاتة وسبعين كنت بتلاقي العلماء بيطلوا عجبها شيخ الأزهر والجنود والناس بتعبد ربنا والناس بتسجد لربنا وتلاقي الجند المجند العسكري الجميل اللي عايز يدافع عن الأرض والعرض وهو في الخندق وبالمصحف وبيقرأ قرآن تخيلوا حضراتكم أن الناس تعبر وهي صايمة يعني فيه ناس أخدت بالرخصة وحقها الرخصة وتفتر وفيه ناس لا عبرت وهي صايمة الناس لما قربت من بعضيها وكنا يد وحده الشعب كله كان بياكل في طبق واحد وكان فيه تعاون وكان فيه صبر وكنا على قلب رجل واحد وربنا قال في القرآن إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا ربنا اطلع على الناس لا الناس عايزة تجيب حقها والناس بتتقرب من ربنا والإعداد الجيد ده أمر مهم جدا وسبب عظيم جدا من أسباب النصر الجنود على قدم وساق وتدريبات وتمرينات ويوصلوا الليل بالنهار طبعا الروح المعنوية ومع كل الترتبات شوف إزاي والقيادة والقائد والجيش والجند كل يد وحدة شوف كل يد وحدة إذا كنت إمامي فكن أمامي تجد القيادة نفسها في مقدمة الصفوف كلهم كلهم يد وحدة مع كل التدريبات وكل الاستعدادات والخداع القوات عملته عشان الجيش العدو مع كل اللي حصل وكل الأسباب المادية اللي تمت كل ده كأن الجنود ركنوا على جنب وقالوا أنت اللي بتنصر يا رب فهم بيعدوا بقى بالأسلحة والشايلين والطلبات المية وعلكتافهم يا أخي أنا أتخيل كل ما أتخيل إلا العسكري الجميل ده اللابس البدلة العسكرية وحجم الحاجات اللي شايلها الأسلحة والزخيرة وبيعدي بيها هم كل اللي عملوه مع كل التدريبات وكل الاستعدادات برضو كأنهم قالوا يا رب وما النصر إلا من عند الله أنت النصر من عندك فعبروا بي الله أكبر الله أكبر الله أكبر صيحة مدوية زلزلة العدو والعدو وقد رصته وكانوا يقول لك تعرفين إسرائيل عندها إيه تعرفين عدو عنده إيه مهما يكن إحنا معانا الله أكبر وده اللي حينصرنا العزيمة القوية الاتحاد صف واحد عمل مصالحة بين أبناء الأمة الإعداد الجيد والباقي ما تقلقش عشان كده نختم يا حضرات بآية كلنا حفظينها قالوا أعدوا لهم إيه القوة لا قال ما استطعتم من قوة كل اللي تقدر عليه أعدوا ويسيب الباقي على ربك سبحانه وتعالى إحنا عملنا كده في 73 عملنا كل اللي علينا وبعد ما عملنا كل اللي علينا قلنا له مفتاح النصر بيدك يا الله الله أكبر فنصرنا الله نصرا عزيزا